مزايا الخير يا شباب تانية سنوية اصدقائي الحلوين اللي بحبوهم جدا ومع بعض اول فيديو من فيديوهات المراجعة اللي هكون فيديو جامد جدا تركب الفيديو بتاعنا مع حل الاسئلة المقالية للامتحانات المعاصر وحل امتحان الوزارة اللي كان متبقلنا في الحصة فيديو جامد بس هنحل مع بعض اسئلة مقالية اللي انت بتكاروتها هلم مع بعض افكار مهمة استنوني لحد اخر الفيديو وما تزهقش في النص انه هو فيديو جامد وانا عارفة ان انت قدح هنده دلوقتي مع بعض يا شباب هنحل الاسئلة المقالية الاسئلة في اول ماضي لعندنا ماسي الكتاب المعاصر وقال ماكم مستعد معايا سؤال بسؤال وبتكون فاهمه كويس قوي ننده مع بعض دلوقتي بماضي النامبر وان واول سؤال معانا في ماضي النامبر وان بيقولي ايه؟ بيقولي ديديوس بيقولي ديديوس ويز اكسبلانيشن فصريلي الاكسيديشن نمبر اكسيديشن نمبر اخر درس في المنهج اوكي افزا ربريزنتف ايلمنت وكلمة ربريزنتف ايلمنت يعني ايلمنت ايوه كمليلي وانتهي ياما موجود في الاس بلوك ياما في البي بلوك ياما في الاس بلوك ياما في البي بلوك بس عندي حاجة عايزة اتكملها بان رجاء مع بعض حتى قبل ما نكمل باي سوال يبقى ياما في الاس بلوك ياما في البي بلوك بس في البي بلوك بس الكلمة اللي هكتبها دلوقتي معادة النوبل جاز يبقى كلمة ربريزنتف ايلمنت معناها انه هو ياما اس بلوك ياما البي بلوك ولكن النوبل جاز انا ما ينفعش اقوله على النوبل جاز انه هو ربريزنتف ايلمنت هما مين النوبل جاز المنتهيين ببي سيكس يعني معناه كده ان بربريزنتف ايلمنت ياما منتهب اس ون ياما اس تو ياما بي ون يا بي تو يا بي سري يا بي فور يا بي فايف لكن ينفعقول بي سيكس ده ربريزنتف ايلمنت لأ ده نوبل جاز يبقى من بي ون لبي فايف بس بي سيكس ده نوبل جاز تجدت حتى برجعلك عليها طيب تكمل بقى سؤالك يبقى بتاع ربريزنتف ايلمنت who's lost electron اخر electron فيه ليه الكونتام نامبرز الفلانية طيب بيقولي ان هو ليه الكونتام نامبرز اللي بزيرو ms بالنجاتف هاف اللي بزيرو اللي بزيرو دي شقة s والشقة s فيها قضة واحدة بيقولي يا نجاتف هاف طالما نجاتف هاف يبقى اكيد رسمنا واحد الاول باصص لفوق بعدين واحد باصص لتحت يعني دي ليه اتنين electrons يعني s2 يعني دي group 2a حلوة قوي سهل للحد هنا واللي في group 2a ده كلنا فاكد ان المايند ماب اللي بيكونوا بيكونوا metal وطالما metal يعني بيلوز electrons وبيقولي ان هو في group 2a يبقى بيلوز كم electron يبقى نكتب positive positive 2 يبقى ده الoxydation number بتاعه يبقى الoxydation number اقوله كده the oxidation number of the element equal positive 2 ايه تفسير لده هولو بيكون the element ends with the sub level انتهى بال sub level s2 so this element or this metal tend to lose electrons بيفقد electronات طب هيفقد كم electron two electrons so the oxidation number equal positive 2 يبقى ده اول سؤال سؤال حلو مش صعب oxidation number يعني شوفه عمل lose ولا عمل gain وقال ان هو represented بيقولنا حاجة من اتنين يا s block يا b block والs block يا s1 يا s2 اما ال b block يا b1 يا b2 يا b3 يا b4 يا b5 b6 ده النوبل جاز وبيقولي ان اللي بزيره يبقى دي الشقة s ونجي تفهوف نجي تفهوف ده يعني انا رسمت الاول واحد بصص لفو بعد انا رسمت التاني اللي بصص لتحت يبقى فيها اتنين يعني هي s2 يبقى ده group 2 ايه يبقى مثل يعني b2 يعني b2 اه الexplanation هشرح الكلام اللي انا قولته اللي انا قولته اصلا بالانجلش من شوية تمام يلا معايا واستعد للسؤال اللي بعده هنا بيقولي ايه سؤال سهل وما فيوش اي حاجة بيقولي the opposite table show quantum numbers ال n وال l وال ml وال ms اللي هم ما تدور الشقة الروم او القوضة وال ms اللي هي الحركة of two different electrons عندي الكترونين element x و element y وبيقولي وبيسقاك وبيطلب منك مين اللي لي higher energy وبعد ما السيادتك تقولي من ليك طاقة اعلى فاصار لي ايش معنى اخترت ده طاقة اعلى طب ده كان عندي قانون اللي لسه هنراجع عليه كان بيقول n plus l ال n plus l ده بيعرفني ال energy يبقى ده معلومة اللي تكون عائفة ان ال n plus l بيعرفني ال energy يعني انا جمع ال n plus l فاعرف الطاقة طب ما تجمع ال element x يعني element x اللي هو electron x sorry عندي electron x وال electron y اجمع الطاقة بتاعت ال n plus l four plus l seven which is higher than electron y عشان نصمع الطاقة n plus l equal six السؤال اللي بعده سؤال رقم ثلاثة في موديل نمبر ون نمبر ونصمع الطاقة اطعنا حطنا من البرياط الكتاب اللي بيسألني عليها شوية اسئلة بيقولي calculate the difference انسوا كلمة difference مقصود بيها minus اعمل minus difference between the numbers وفي زي s block وال element بتاعت b block ده ما فيش اسهل من كده فين ال s block انا واعتقدش انفيش حدها مش عارفها فين ال b block اهمت اعمل دول مين سياتك دول ال d block طب لو هو السؤال بس رقم ثلاثة ده سهل قوي فهنقوله بسرعات كده بيقولي what is the missing block ايه ال block اللي مش موجودة يعني دي ال s block ودي ال b block ودي ال d block مين اللي مش موجودة ال f block طب حلي بس اقالفوا calculate the difference between the numbers of the elements of the s block وال element بتاعت ال b block اعد معا عشان تعرف ان احنا في الكيمسي الدنيا لذيذة ولطيفة جدا جدا واحد اتنين يبقى كده ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر يبقى عندي كم واحد في ال s block 12 طب كم واحد في ال b block عمتا 1 2 3 4 5 6 في كم صف 1 2 3 4 5 6 6 6 36 36 36 36 36 12 طيب يبقى جمعنا ال s block elements will be block elements و 36 minus 12 يبقى 24 elements دا ال minus حد عنده مشكلة حد الوقتين مقالي سهل وجميل جدا وزي ما قلت لات في اول حسد مراجعة ان المنهك سهل وكله بيتكلم عن حاجة واحدة وان انا اقدر فقعدتين جمال مع نفسي كده وقعدت صفا مع كباية شي جميلة اقدر الهم الكامستري ركز معي هتلاقي الدنيا ماشي معك زي الفل الفل بيقول لي وطو dans anlatه يا انه انه العودة الكمن لكي الجي سهل جوجه نحن من البداية ان انا ماشي كده اوكي لكن جروب يعني بنزل لتحت طب ما في الاول بيكون عندنا بنراجع بنراجع جروب 1 ايه وجروب 2 ايه عرفنا وحفزنا في الاخر 5 ايه و 6 ايه و 7 ايه و ايه هتكون فلاحه وتجيب لجروب 0 دول نوبل جاز ما بنجيبش سيرتهم دول هدفنا دول التارجة حلمنا وعمرنا ونوصل لهم قلنا على الصبور ان جروب 1 ايه و 2 ايه دول بيكونوا ال basic oxides وقلنا بتكلمة بيز بيز يعني قعدة والقعدة رقم واحد عشان تفتكر ان البيز دايما في الاول تجروب 1 ايه وجروب 2 ايه اما الوحوش اللي هم الاسود اللي هم الاسدز في الاخر يعني هنا الاسدك oxides طب حلوة قوي طب اكيد في النص هم الامفوتيرك يعني انا في الاول ببقى بدي بالبيزك بعدين البيزك يبدأ يقل لي يقل لي يقل لي لاحد ما هم يوصل للاسدك حلوة قوي مين هنا في جروب 1 ايه وجروب 2 ايه في الثيرت بيريود الماكنيزيوم بعدين الالمينيوم وبعد الالمينيوم السيليكون انا اللي حافظهم بالشرطي حافظهم الفوسفرس السلفر الكولوريني يبقى بنتزي بالبيزك ويطاعد البيزك بيزك تقل تقل لحد ما بنوصل للاسدك حاجزك بس السيادتك تكون عارف محلومة ان دول العنصر اللي في فوسفرس والسلفر دول اسد لكن الماكنيزيوم ده بيز طيب عرفنا تعال نرجع لسؤالنا هل البيزك بروبرتي في الثيرت بيريود فجأة L وبعدين تطلع تاني انا مش حاسة ان ده بيحصل يعني البيزك بروبرتي تتقل وبعدين تطلع لا ولا البيزك بروبرتي بقى بدي عالية عند الماكنيزيا ابتدت عالية عند الماكنيزيوم اهو بعد كده قلت عند الالمينيوم بعد كده بفضلت شوية عند الامفوتيرك بعد كده البيزك بروبرتي قلت خالص لان احنا عند الفوسفرس قلنا ان احنا بنكون ايه الأسد يبقى الايجابة الصح هو فيجر نمبر وان يعني الايجابة اقوله فيجر نمبر وان بس كده دي الايجابة طب ليه مقتلناش فيجر نمبر تو ماشي انا هنا كنت بيز اوكي وهنا كنت بيز بس البيز قلي هل عند الفوسفرس البيزيك بروبرتي بتزيد لا هي البيزيك بروبرتي بتقل عشان ده أسد فانبقى بص على الواي أكسز والأكس أكس سؤال سهل جدا ومفوش اي حاجة السؤال اللي بعده و لما قول كمبليتلي فيلد أوربيتال أوربيتال يعني قوضة كمبليتلي فيلد يعني قوضة مملية واي قوضة بتتميلي بتو إلكتران كلمة يعني بدل ما قوضة مملية باتنين مملية بواحد هنوزع الفناديم يلا نوزع يلا نوزع يلا نوزع يلا نوزع مش حتى بأكتر من كده لو انت شللوحة في التوزيع ولو اني عرفني فيش حد تشللوحة في التوزيع بس يركز في الحلتة دي عشان الفيديو لازم اعملها هنوزع ادي اتنين اتنين ستة انا عشرة وانا عايز تاتا وعشرين يبقى اتنين ستة جري الحلتة دي يسبقنا انت يسبقنا انت حلوة قوي حتى عنده مشكلة وزعنا وزعنا وسألني عن عدد القوض كل القوض ماملية انا مزعج كل القوض ماملية يعني كل ده ماملية لحتم بوصل لاخر شقة دايما اخر شقة هي اللي بيقى فيها عدد القوض اللي مش ماملية يعني دي قوضة ماملية هي القوضة الاس بيقض فيها كم الكترون فيها قوضة واحدة بيقض فيها اتنين الشقة اس بي فيها قوضة واحدة بيقض فيها اتنين الشقة بي فيها تلت قوض وقعد فيها ستة الكترونات حلوة اوي سهل اوي شائز فيها قوضة واحدة عاد فيها اتنين الشائز فيها قوضة واحدة لحد هنا دول كم قوضة عد معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ودي تلاتة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى عدد كم بيتي فيلد اقوله كده عشرة طب عدد البورشيالي فيلد اكيد في اخر شقة اخر شقة اللي هي دي فيها كم قوضة خمسة قعد فيها كم تلاتة احنا نوزع الاول سنجل بعدين ببدأ اعمل بيرنج على رأي صاحبنا هند كم قوضة قعد فيها واحد تلاتة يبقى انا هقوله كده في الاخر ان انا عندي بعد كل احنا عملنا ده هنقوله في الاخر ان انا عندي عدد ال كومبليتلي فيلد اوربيتلز اكوال تن عايزة بس تفهمك معلومة تكون عارفة ان عدد ال كومبليتلي فيلد دايما انا لحد ما بوصل للاخر قبل اخر شقة انا بسفكينا كله كله مليانة على اخره معدد الاخر شقة دي اللي بيبقى فيها ال valence electron ممكن تكون مملية وممكن تكون لأ انت هتكون مملية لو بي سيكس لكن لو مثلا بقول دي سري لأكي مش مملية انت هتكون مملية على خير لو مقول دي تاني السؤال اللي بعده بيقول لي complete the four quantum numbers in ومل ومل ومس دور شقة قوضة حركة المنت مين واي مين المنت واي بقى ده knowing that it follow element x in the same period يعني في نفس ال period في نفس الصف في نفس الصف تب تعالوا نشوف اكس يعني واي ده جيب حديه على طول اني بسري اللي بتوه ده سري دي يعني اكس ده سري دي سري دي كان بقى الشقة دي لسه عين فيها خمس ايوات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ماشي واحنا بنقول ان ال L بتو طول اما ال L بتو يبقى ال M L من negative 2 ل positive 2 من negative 2 ل positive 2 يلا اوكي negative 2 negative 1 zero positive 1 positive 2 قولنا ال M بتاعت ال M L negative L positive L طيب هو هنا في positive 2 اكيدة عشان اوصل له هنا يبقى انا سكنت كل دول طيب يلا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ده positive half بس اوكي عايزه positive half هو عايزه negative half يبقى انا دي ما اعمل كده عشان اوصل لاخر واحد يكون negative half هوانا كده في الشقة دي ماليق الخمس اوضع على اخيرهم صديق الطالب يعني دي سري دي تن سري دي تن مون اللي بايه بعد السري دي تن اس اس بس 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 بعد دي بي يعني بي فور بي طب مش ده يكون فور بي وان لان بعد السري دي التاني عطول هيبقى فور بي بوان طب هنا ده في الدور الرابع يعني ال N بفور وطالما شقة بي ال L بتاعت ال B بوان والM بتاعت ال L من negative L البوصف L ده بدي اول اوضع يعني negative one وبوصف لفو يعني positive half حتى عنده مشكلة يبقى التركية في السؤال ده في كلمة واحدة اللي اوعد غيبة عنها هي ان هما في نفس ال بيريود يعني في نفس ال بيريود يعني جنب بعض يعني لو انا عندي X هنا فوي بعدي هنا ما قاليش ان هما في نفس الجروب مش تحت بعض اوكي وبكده يا صديق الطالب هنكون خلصنا اول ماضي اللي خلصنا الاسئلة المقالي بتاعتك حلوة او حلوة يمكن عشان اول مرة هنحل مقالي في متاحن فتحس ان الدنيا مزمزقة شوية ولكن الدنيا بعد كده هتبقى حلوة وجميلة جدا 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 او مكملين مع كوبايت ان ديسكفي بتاعتك مع موديل نومبر 2 اوكي كوانتم نومبر 1 بيقولي بيسقل عن الفورزز تعلم عليها وكلمة فورزز لازم اخد بالي منها الابعد وكلمة فورزز يعني الدور البعيد الدور العالي الدور العالي الدور البعيد عن النيوكليس وبيقولي ان ده اليكترون وده اليكترون الابعد ده انا من غير ما بص اول اليكترون اني بسرية دور 3 اليكترون التاني دور رابع مين الابعد؟ بس كده ليه؟ عشان ده اني بسرية مده اني بفور فده دور ابعد يبقى نركز في السؤال لما يقولي لم يقونوا لي من خلصنا اجابة السؤال و Bernicea لما يقولكBE مين اللي عنده فورزز يعني اخر دور الدور البعيد الدور العالي واحد اكن فى الدور التالة وصل التانية فى الدور الرابع مين الابعد عن الارض الدور الرابع لكن لما يقول لي اعلى طاقة اعلى طاقة زى سؤال الي Gibbij oil لا ثانيا هتعمل N plus L N plus L يعني 3 plus 2 5 4 plus 0 4 فساعتها هيكون الفلسات هي الاعلى في الانرجي حتى ما يكون مجمع معي ومركز وبتلم نلم مع بعض عشان المنج يبقى في جبنة يبقى هنا بيسأل عن البعيد دور بعيد دور رابع هيا الساكند سات كمل على السؤال اللي بعده السؤال ده تحسو شفنا قبل كده واحنا محلو في موديل 1 او نفس الفكرة وبيقول لي what is the difference دي حتى بودهم بريداتيب difference يعني minus between the number of the representative elements اوكي اول ما ابتديت في فيديو بتاعي واول فيديو معاك وقلت representative هما مين قل في سرك لحد مكتب دول الاس بلوك والبي بلوك يمكن فقل بي بلوك عمتا نو البي بلوك من بي 1 و بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 لكن بي 6 دول noble gas طب فين representative elements اهمت اهمت لما علمتش على اخر واحد لان اخر واحد دول noble gas وانا بتكلم عن representative اوكي زي الفل طب فين تكر ان دول اما دول الاف بلوك فين اهم الاف بلوك اصلا مش موجودة يعني انا هجمع اللي بالاحمر واعملوا ماينس اللي بالازرق حد ده عنده مشكلة في حاجة زي كده حد ده عنده اي مشكلة طيب بيقولها هو ما هانا طب معنا عايفين ده ايه بيقولها حاجة في كولم ده او الجروب ده الفورس بيريد انتو عايفين انا في مربع اللي هو في الهايدوجين وده اول بيريد يبقى دي التانية يبقى ده التالتة يبقى دي الربعة يبقى الربعة اهو بس كده هل ده صعب السؤال اللي بعده اوكي بيقول لي هنا ايه يلا معي مركزين اه يعني 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 ايه انا بفكر معاك عشان اعلمك يا اما لو جين تو يبقى في جروب ده دوروا فيها الحاجة هنا في جروب ده ده جروب زيرو اللي هو النوبيل جاز بيانتهي بيانتهي فور S2 3D6 3D6 يعني في يعني حتة في النص يعني اللي هو ده بس كده اوكي اما ايه ده نوبيل جاز وايه ده في S1 السؤال اللي بعده ما قولي حلو جميل لحد دلوقت يعني مش حسن فيه سؤال معضلة سؤال ده بقى حلو بي قولي يعني نحن في عملنا reaction لده مع ده طلع ده السؤال بي قولي يعني انا عندي 3 مركبات 3 مركبات يوم كولورين انا عايزاك تعرف اني و كمباون اللي في كولورين اعلى او كسيداشن نمبر يعني انا احسب كل مركب الكولورين بكام الاكسيداشن نمبر بتاعتها واختار الكمباون اللي في كولورين اعلى اكسيداشن طب يلا معي بقى كده يبقى السي ال او اهو ده اول كمباون في سي ال واللي بعده ان اي سي ال اس ري واللي بعده اي شي سي ال و نحسب السي ال مركبات مركبات عشان انت جمد قوي مش هقولها عندي سي ال واحدة بلاس اتنين او اي 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 بلاس سي ال واحدة بلاس ان اي السي ال ال اي بوزيتف ون بو ون بلاس السي اللي حمش عارفينها بلاس ري بنيجاتف تو اي وال زيرو ال بوزيتف ون بلاس السي ال اي وال زيرو طلع السي ال في كل واحدة بكام او كي السي اللي باول واحدة ببوزيتف السي ال التانية واحدة ببوزيتف فايف السي ال التانية واحدة بنيجاتف ون وهو بيقول يختاري لي فين اعلى رقم او ان مركب اكبر رقم هو بوزيتف فايف يبقى نختار المركب اللي هو ده يبقى ان اي سي ال اسري اللي بعده اموت انا في البالانس بيقول لي write the balanced symbolic equation which present the reaction of aluminium oxide with sulfuric اللي يطالب بقى كده معد في الحصة يقول لي sulfuric اس ده hSO4 فلاح ونهري في اول سانوية sulfuric يعني h2 SO4 ميت نار h2 SO4 h2 plus aluminium oxide لو انا واحدة مش عارف aluminium oxide طب زلقت مثلا بالقلم aluminium AL group 3 A يعني lvlansi بتاعته بال3 والو oxide بتنين حالا من شوية بيقول شي ال O حط ما كان هنجا بتو يعني بتو يبقى AL 2 3 كله واحد طماعة ومين فهيتغيره يبقى AL 2 3 هنفعل الاتنين دو مع بعض يبقى هنفعل ال AL 2 3 plus 2 0 كتبنا ال ده بيبقى اسمه من ايام اولى ايام ما كنت كتبت عميلها معي قريب مع بعيد مع بعيد يعني LH مع LH plus البعيد مع البعيد يعني LL مع LSO لا يبقى قبل ما بكتب اي مركب لازم اعمل طريقة مص قبل ما بكتب اي مركب لازم اعمل طريقة مص L بسري والS اوفور واحد يجب سمعاش الS اوفور بكام شغل دماغك IQ ويعلى معايا طب ما يرقتش اتمعت في الاثنين بتاعت الS اوفور يعني الS اوفور باثنين لما اكتبها L بتاعتها تو اكتبتو الS اوفور تاعتها سري هي سري بتاعت الS بس بتاعت الاو بس لا بتاعتها كلها يبقى هفتح براكت ده براكت معوق طب اعمل بالانس انا عكيب مش هسيبها كده اعمل بالانس ازاي اتنين ايه قبل السهم واتنين ايه قبل السهم واتنين ايه بعد السهم مصبوطة طب الS اوفور انا عندي تالتة S اوفور بعد الساعة يبحط تلتة قبل الساعة طب زبطي الباقي بقى عندك كم هي سري طي مصبو سيكس يبحط هنا كمان سري كده وكده نكون خلصنا السؤال حلوة قوية ممكن اصلا واحد يكون في حتة تانية اصلا ما يعفش الان دي الان دي هي عدد انا قلتها في حس المراجعة الفري اوكسجن اللي مش مسكة مع الاتش انا ممكن ابصوا على الرسمة دي او مسكة مع اتش هل هنا في اصلا اي اهية فري مش مسكة مع اتش لا يبقى هو ده وهل في اي اكسجن فري لا يبقى الان اي اكوال زيرو تببصوا على اللي بعد هنا في اكسجن اي واحدة فري اهي هنا في واحدة هنا في اما هنا مفيش واحدة يبقى زيرو وهو عايز اقل واحد يبقى هو ده زيرو خلصنا موديل 2 خش معايا على موديل 3 اتش مع بعض في موديل 3 حالنا 1 و 2 يلا على 3 اول سؤال بيقول لك 4 S1 4 S1 سؤال دي حلو عجب دي نازل ما يجيبك S1 ده جروب ايه 1 ايه تكر عطوب بالمين ما 1 ايه ده بيز ولا اسد بيز مش وطالما بيز يعني بيطلع ايه ياه مش عارفها اما الاسد بيطلع اما البيز بيطلع و اتش نيجاتي طيب يبقى انا عندي المراكل اللي هو ال X O H ده طب X ده المنت مين الالمنت ده ده منتعب S1 عارفين لو وزعنا لحد تعال نوزع كده نوزع معيهم مين ده عده كده انا لو عديت هلاقيه اتنين واتنين واتنين وستة عشرة واتنين وستة 18 19 ده البوتاسيام يعني انا هضع شير X دي وحطه البوتاسيام اللي هي K O H ولما هيتفكك هيتطلع K positive plus O H negative لانه لازم يكون B ionized as a base فلنطلع O H الكاملة على بعضها صحيحة بمعنى يبقى اول معلومة هنقول No4 S1 يبقى ده في group 1 A since No4 S1 it will be located in group 1 A وتنوع في group 1 A it will be ionized as a base وتنوع ionized as a base يبقى لازم يطلع O H يبقى لما بالايكيوم حكوة فاهمك للحظة يلا المفروض ان K مسكة مع O مسكة مع H وكده في group 1 A الكده B و O D native وال H B ماشي كمية مع الكده في group 1 A F تكت بالمهيد ماك بالسرعة اللي كانوا هناك كده هل كان عندهم attraction ده مفيش attraction بربع جنيه مفيش attraction يعني البوند دي بتكسر يبقى لما البوند دي تكسر يعني البوند ضعيفة يعني البوند بتاعة ال O H أقوى من K مع ال O يبقى هيطلع O H تاني ده group 1 A يعني attraction او Z effective قليلة مفيش attraction يبقى مفيش K مع O مفيش attraction يبقى البوند دي بتكسر ضعيفة weak يبقى التانية بتكون strong فبيطلع strong اللي هي O H أما كيف بيكسر تمام السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده وده سؤال سهل قوي 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 بيقولي the atoms of the elements in the periodic table كل elements في ال periodic table except hydrogen فيهم crotons و neutrons و electron و وحنا عرفين الكلام ده what is the effect of passing an electron current ولما قول ان انا عندي electron current و لما قول ان انا عندي electron current electron ده يعني عبارة عن الكترونات ولما قول الكترونات يبقى لازم يكون عارف ان الالكترونات ده negative الالكترونات لازم بلازم 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 فهو بيقولي what is the effect of passing an electron current between two electrodes electrodes يعني positive electrode وnegative electrode وانا بقولي ان الالكترون ده negative charged particle طالما negative يبقى يروح في ال direction بتاعه ناحية اللي عكسه يعني هيروح ناحية البوزيط يبقى هقوله they are directed towards the positive pool هيروح towards the positive pool سؤال لحبة الاول ده سؤال bonus في الامتحان ليه هيروح ناحية البوزيط العشان هما negative charged particle بس كده ومين اصلا معلومة بقى مني كدو كدو عشان نفتكر وبالنم بقى مني الالكترونات وانها negative طبسون السؤال اللي بعده السؤال بيقولي كان two elements two elements في fourth period في البرياد table be similar in containing 3D sub level يعني ما في 3D sub level in each of them has each of them half field with five umber the electrons هل انت تقدر تجمع بدماغ اتنين elements في البرياد table في fourth period وينتغو ب 3D five ما هو five under d يعني خمسة سناجل يبقى 3D five مين دول حاسة ان انا مخمن واحد اجابة صحيحة اجابة اجابة من التاني اللي ورا اجابة المنجنيز يعرفهم يبقى اجابة 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 ونحفظ كويس اول ان دا من المهمة والمانجنيز 25 طب وزعش انا اتأكد انه ما ينتبه بس D five اس اس بس بس دي اس اس بس بس دي حلوة قوي كملي وان توزيع عشان الناس 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 اتوزع بنتركز اول حتة دي اللي بيعرف بيجري الحتة دي عشان مش كل الناس مستواها زي بعض مش كل الناس جند زي ك طيب وزعوا الالكترونات هنتسكن كم الالكترون خمسة وعشر اه انا طيب هنا برضو نفس الفكرة طيب الكروميوم ده من الاكسابشنز انا عايزايا انتعي بس دي فايف وهو عنده كم الالكترون اربعة وعشرين كنا بنقول ان احنا بنخلي هنا بفور اس وان س ري دي فايف ليه ما كناش بنوزح ها لان احنا اكتشفوا ان الاتوب بتبقى مور ستيبل بتوصل لما تكون هنا نص مليانة وهنا نص مليانة يعني هنا وهنا لما بتبقى وها بتبقى مور ستيبل يبقى ده وكان معاه واحد تانية هنقول في حص المراجعة الكبر تون تين يبقى كروميوم ده نركز عليه قوي وبيان تين ليه عشان بيوصل لما بيكون ها فيلد طيب المانجنيز عادي هنوزع يبقى انا فعلا عندي في البيرياضي تيبل في الفورس بيريود انتهى بسريدي فايف ييه واحد يقول لي اصلا ما انت عايشت انه ما في الفورس بيريود انا بأعرف في البيريود من اكبر رقم من اكبر رقم من اكبر رقم اكبر دور فور وفور يبقى امبورتن عشان ده من السؤال اللي بعد جامل مجي بلوس او هو عادي اطراع في ال اكس وال و او اصد اعلم لهم الاول بعد نشوف الاسئلة مجي بلوس او او دول اكيد هيعمله المنت مع او او بيعمل او 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 متال او 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 ده انتو عارفين الام 12 الالكترون لما بنوزعه يعني يعني الام جي بتو وال او بنشيله ونحط مكانها تو لما يكونوا رقمين زي بعض بيطيروا بعض يبال ام جي او طب ده او تكر انتو عارفين ان ده اس انا شايف ان ده اس في الاول يعني بيز ولا في الاخر يعني اسد انا قلت في الحصة من شوية ان ده اسد وليه تسمو اسد اكسايد عشان لما بيضبوا مع المية بيعملوا اسد طب ده ما عدا يعمل اسد قلت من حبتين مية نار اسمه صالفيريك اسد وقلت رمزه حلوة او فعله الاتنين در مع بعض وطلع للزد طب حلوة سهلة يبقى احنا كده عرفنا الكيميك الفوملة بتاعته وبيقول لي بتاع اكس مع وي طيب اكس مع وي يلا نعملهم مع بعض الام جي او تلس بركز في الاكويجنز اولا سنوي قريب مع قريب بعيد مع بعيد الرياكشن ده اسمه كو كو قريب مع قريب مين دول تب بعد قبل ما بعمل اي مركب لازم اعمل طريقة باص لس اي لان الام جي في اي يعني بطو واي حيا فيها او الصالف دي بطو رقمين زي بعض طيار ام جي واحدة قبل السهم ام جي واحدة بعد السهم اتش اتش او اتش او اتش او 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 خلصنا السؤال ده اللي بعده هو ماتتخضش تافع زي ابوز التابل شو بفور كوانتم نمبرز انو الو ام الو ام اس اف زالاصي الاكترون اي واحدة واحدة بقى اقرى من اول كلمة ويتش وتأنا لان ده السؤال انا انا دخلت جوا انا عارفة انك مش فاكرا انا اصلا انا لاش اندرجى على دروس العلماء ما هزبطهم لا دروس جورج يتيوب دي انبوبة وبنعرضها لسخونية لهيتنج فلما بعرضوا لهيتنج بيحصلوا اكسايتاشن ويعني اكسايتاشن يعني ينط من دول يطلع دور بعده هطمة يعمل جمب ينط قال لي مين دول المنت اكس ولا المنت واي اللي هيقدر يعمل اكسايتاشن and acquire the same numbers of the other المنت مش فاهم ولما ينط يوصل للquantum numbers التاعت التاني طب ده في الدور التاني لما ياخد طاقة ينط الدور اعلى يعني يقدر ينط للدور السادس يبقى المنت اكس هو لما هياخد طاقة هيقدر ينط للدور اللي بعده اللي هو المنت واي يبقى هياخد طاقة هيabsorb energy required to be excited to the sex energy level الدور السادس هل انا عندي element واي بصوا عليه بقى اللي موجود في الدور السادس لما ياخد طاقة هينزل للدور التاني يبقى اللعبة هنا في كلمة معينة اللي هو بيقول excited كلمة excited معنا انه خد طاقة absorb يبقى دي تركة السؤال يبقى بيلعب على كلمة واحدة وكلمة absorb يعني طلع من low energy level لهاي energy level يعني اطلع من التاني للسادس لكن ما يفعش انزل مسادس للتاني لما نازل انا مش بقى absorb انا بريس طاقة لكن هو بيقولي هنا excited يبقى كلنا من هنا نكتب كلمة كلنا ايه كلمة من 2000 ل11 jump ومعنى كلمة jump يعني قصرنا دور كامل يعني معنا فقط اول عيل بسهولة وتاني عيل بسهولة والتلات عيل بسهولة يعني ده في group سري ايه لكن دي فك دروب عيل سري مقدرش يستغمى عنه انت قصرت انت قصرت نوبل جاز يعني ده في سري ايه طب يعني في سري ايه تسجي نجرب نعمل الالكتروني كونفيجيوشن عشان هفاهمك طب يلا فاهميني يلا 1 S 2 في سري ايه يعني نخش على الدور التالت ماشي يلا سري S 2 طب وبعدين سري بي كام لما نجمع اخر شاقتين عشان بقى في جروب سري ايه لما هتجمع اخر شاقتين هيكون مجموحهم تلاتة طب هنا 2 2 باس كاما عشان يبقوا تلاتة يبقى جروب سري ايه معنى ان لما مجمع الشاقة S والشاقة B بقى مجموحهم تلاتة طب لو فور ايه لما مجمع الشاقة S بقى مجموحهم 4 5 ايه لما مجموحهم خمسة طب قولي الاتوميك نمبر 2 و 2 و 6 10 و 2 و 1 يبقى قولون الالكترونيك كونفيجيريشن هو ده والاتوميك نمبر سيرتسين حلو السؤال ده اللي بعده بيقولي the last electron in the atom of an element has a quantum numbers دي دي ديوس اللوكيشن لما قوليلي هو فقانه صف any period وفقانه column يعني فقانه group طب حلو قوي period هي اكبر group هجمع اخر شاقتين لكن لو منتهي بS وان يبقى جروب بان ايه على طول S يبقى جروب ايه اني شاقتين بقى لو منتهي بيه يبقى شاقة بيه وشاقة S لو منتهي دي يبقى شاقة دي وشاقة S حلو ديوس نتاك عليها كاما في الحصة ديوس من اللوكيشن الن بS يبقى ده على طول ما عارفنا كله بيزبقني س ريبي حلوة قوي س ريبي الشاقة بيه كم قوضة و يبقى الام بتاعت الام negative one zero positive one حلوة ده جروب six a هل ده صعب السؤال ده حلوة قوي بيقول عن الروبيديام اوكسايد مع المية طب المية وعارفين انها H2O طب الروبيديام ده اخبره ايه ربيديام اوكسايد يعني RB مع O طب الار B ده في جروب وان ايه يعني بيلوز وان الكترون يتيم يعني الار ب وان نستبهينا الار ب وان اما الاب كل واحد تمه وعينه في حاجة غيره ربيبه RB2O ده اسمه متل هيطلع بيزيك اوكسايد يعني ليه تسمه بيزيك اوكسايد لانه لما بيدف في المية بيطلع بيز يعني RBOH RBOH طب يعمل بالانس البالانس اللي عندي هنا اتنين RB قبل سامي بحط هنا اتنين RB واتنين H مزبوطة واتنين O مزبوطة واحد يقولي هوا انت ليه كدتها RBOH على طول ارد عليه على طول RB قولنا انها في جروب 1 ايه يعني ب1 وال OH هيدروكسايد ب1 ولما يكونوا رقمين زي بعض بيطيروا بعض حلو السؤال ده عجب سؤال سهل بيقولي انا المنت كونتين زوان إليكتون انزال لاس بليفل في اخر الشق او ديك ان ب3 و L 1 يعني 3 B والشق 3 B فيها 3 و 3 من L و L وهنا واحد يبقى 3 B 1 يبقى هنوزع لحد 3 B 1 خلاص بدأت الانتحاد تبقى سهلية اتطلع الاول نيه بس معالش قدرتك معي طول الفيديو انت بتحبيني وهتتفرج علي 3 B 1 1 اتوميك نمبر يعني عمد الالكترونز يعني 2 2 4 16 13 ده الالمينيوم والجروب اجمع اخش اتنين وواحد 3 A امتا اكتب B لما يكون منتهب اللي بعده السؤال ده مهم وحلو معك تاين عشان هي في الانتحان if you know that ان الOH bond length في الووتر يعني ده راديس الO مع الradius الH 0.96 والبوند لنس في الاكسجن 1.32 ده البوند لنس انا اكيد واش احتاج اجيب الradius يعني بعمل divide 2 بس يلا نكمل عايز يحسب البوند لنس في الhydrogen بوند لنس معانيها بكير لازم اركز في السؤال هو عايز الradius ولا عايز بوند لنس طيب عشان اجيب الradius بتاعت الhydrogen يبقى هنعمل الووتر مينوس الاكسجن فنجيب الhydrogen طيب يبقى هنعمل الووتر مينوس اكسجن فنجيب الhydrogen او يبقى انا الاول عايز اجيب الhydrogen يبقى هنعمل البوند اللي هي اللي هي بتطلع ما ننساش اليونت طيب بعد كيه هنجيب الhydrogen اللي هو عبارة عن الووتر اللي هي الو مسكة مع الhydrogen مينوس الhydrogen مسائل ايام ابتدائي ارجع بزاكرتك السمكية اللي هي عبارة عن مينوس اللي هي او او اضاف عند كده المشكلة ان هو مش عايز هو عايز يعني يعني هقوله في الاخر عشان ما كان زنق بالنسبالي زي الفل ده وحش الكمية اجمد موديل سيكس اخر موديل معنا في فيديو النهار ده بصلا وفكرة بصلاحه متقرر همعديها بيقولي ازي قابس التابل قد بلت مسؤول ده ما بيتقرر كتير الفكرة عمتا ال وم 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 تكير يبقى انا هلازم اعلم على الكلمة اللي هتحضير السؤال جروب جروب دي يعني جام بقى تحتي تحتي يعني نزل دور نزل دور يا با بنا الفور فايف والبا كله زي ما هو طب ممكن اقولك معلومة لو في نفس البيريود يعني في نفس الان لكن لو قاله نفس الجروب يعني معناها غيرنا الان يبقى نكتبها معلومة كده نكتبها كلنا مع بعض سيم بيريد سيم ان نفس الان سيم ان لكن لو نفس الجروب دفرنت ان عشان نزلنا دور السؤال اللي بعده انا مش هحلل السؤال ده بيقول لي باتخافي مش هحللو او ده يعني هنوزع السوديم السوديم ده احداشر والماجنيزيا متناشر وعايز الان والل والم ال والم اس بس تتعطي الالكتون رقم 11 السؤال اللي بعده حلو السؤال ده كرة وتفاحة ما البيقعة طيب في دقما درست يعني قولي من اكس طب مانا شايفين عالجراف ان اكس ده اعلى حاجة في الكيرف اعلى حاجة في الجراف طب ايه اللي موجود عال النمبر في الابل معنى كان الاكس دي فيها اكبر عدد من الابل طيب يعني اكبر عدد من الالكترونات ما هو قصده بالتفاح الالكترونات قلت لابزين قبل كده في الحصة ومهمين كلمة اوربيتال وكلمة الالكترون كلاود الالكترون كلاود دي انا قاعد دي موجودة فين اكتر اماكن جامعة بيتي السنتر ثلاثة اماكن اكتر مكانه موجودة فيه هو بيتي يبقى ده اكتر مكانه موجود فيه الوربيتال يبقى ليه جامعة اوربيتال يبقى موجودة اكتر موجودة موجودة نوبال نوبال ده ده منتجه بيسيكس وده منتجه بيسيكس اما الهيلين منتجه بس تو البريليم ده اربعة 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 اكترون لما نوزها يعني منتجه بس النتجه ده سبعة يعني المجنيز ده خدت بالك ايه انه كل طول يقيم منتهيين بس تو يب بيس ري يب بي سيكس ولما بيكون في حجم التلاتة دول قلتها المرة اللي فاتت بيكون ستيبل هم ستيبل هل يتبن وعايل كمن هل يطلع فروس من جوم عشان يتبن وعايل لأ لاب اقول لأ بيكون عندي في حالة النيون والأرغن منتهيين بيسيكس حالة الماجنيزيوم والهيليوم والبريليوم وحالة النجوم منتهي بيسري و لما عمل جينيج الإلكترون لما ياخدوا إلكترون فبالتالي هل هيطلع فلوس من جيوبهم لأ فالإلكترون تكاد أن تكون كلوز تكون تكون كلوز للزيرو إلا طبعا منتهي دا السؤال قبل الأخير تكون خلصنا منهي دا السؤال عمل لما ياخدوا دا السؤال عائد إنك تكون ناسي ناسي نحن نسي ما رجعناش عليه ما تتوترش في كل 20 ألف واحدة منهم بيحصلها حاجة مختلفة مين دول اللي بيحصلهم ديفلكشن اللي هما مين ومين بيو سي كل واحدة من 20 ألف دول قصد وبيهم اللي بيحصلهم ديفلكشن ديتركة طب يلي حصل ديفلكشن أستندج من كده إيه أنك تساعدها بتاعت نيوكليس بوزف أنا عارف السيميلر بتاعت الألفة اللي هي برضو بوزف فلما يكونوا 2 بوزف خبطوا في بعض بيحصل ديفلكشن السؤال الأخير دي سؤال حلو بصراحة here are five different oxides which of these oxides اللي فيه element bound to the oxygen ماسك مع oxygen which has the highest oxygen number جات لنا الفكرة دي قبل كده يبقى أنا هحسب كل واحد اللي فيه أعلى oxygen number يبقى أنا هحسب كل واحد كلهم الاكسيديشن بنجا تفتو أنا هحسب كل واحد وهشوف هيطلع بكام وهاختار أعلى رقب صراحة نقولك الإجابة على طول اللي هو SO2 وهي من رقب هنساويه equal zero وهي S plus 2 O equal zero وهي S plus 2 في negative 2 equal zero يعني S plus 4 وده أكبر رقب السؤال بعد هزوحفها كله يعلم عليهم نجمة Dissolves in water هي حاجة هتدف المية مهم 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 وهتعمل monobrotic acid كلمة monobrotic acid يعني فيها اتشاية واحدة أو لما بيتفك بيطلع اتشاية واحدة مونو مين اللي بيدوب مع المية وبيعمل أسد طالما بيعمل أسد يعني حاجة مبوضة في الآخر يبقى أكيد ده وده وده لأ لأن دول بيز وده أمفوتيرك لكن دول أسد الاس اوتو ده لما بيفعل مع المية بيعمل مية نور يبقى ده لا يبقى لجاب بقية يبقى ده لما هندوبه مع المية هيعمل أسد بيبقى عن يبقى فيه اتشاية واحدة يبقى ده مونو براتيك أسد اعمل حطي هنا وبكده نقول خلصنا صديق الطالب المقالي لأول الست امتحنت في أول فيديو لينا وما سبتك وما تزهق مني مكملة معاك بامتحان الوزارة اللي محل تورج الحصة اللي فاتت فهحلو معاك في الفيديو بيج 202 طب المحل جامد 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 مو مهم وحلو زي وابز تيبل شو الاتوميك ريدياي الريدياس من الآخر وبيسألك مين الجملة الصحوة عشان نبدأ معاك نركز في كتنا واحدة واحدة علي قالي ان هما في نفس لا 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 استخدرش استخدر سناني يا واحدة مجدي بازبطي كرام اللي محمل هببله ده لا يا مجدي انا خلاص انحمست لا مجدي انا حبلت خالص هنرد الحدة دي يا مجدي خلاص يو يا مجدي خلاص زبطتها بيقول ان هما في نفس الجروب جروب يعني جان بعض ولا تحت بعض تحت بعض رتبهم لي يلا نرتبهم هو احنا و احنا بننزل لتحت الحجم اخبره ايه معاك بيزي دي يبقى رتبهم من الصغير الكبير فينو الصغير الكبير اصغر واحده هو السي ورا مين ال ا ورا مين ال ب ورا مين ال د يبقى س ا ب د حلو قوي هكتبهم هنا على جنب س ا ب د ايه افتكر المين ما على طول وإحنا نزلين لتحت كل حاجة بتقل معاك الاتومي كريدياس يلا نراجع يعني الاتومي كريدياس بيزيد اوكي عارفها يمكن دي المعلومة اللي انا سيتر بيها نفسي اما بتقل الالكترون افينيتي بتقل الالكترون نيجاتيفتي بتقل كله بيقل ما عند الاتومي كريدياس يعني انفرس البرفورشنل الاتومي كريدياس يلا نختار مع بعض هال الالمنت ايه نور زن بي يبقى ايه اعلى من بي غلط يبقى ايه اعلى من بي هال دي هاير زن سي بقولك وإحنا نزلين من ال يبقى دي ده اقل حاجة مش هاير سي هال سي لو زن ايه لا ده سي اول هاي به هو اعلى من ايه يبقى كده الاجابة الصح دي لان الامنت بي اعلى من دي اهو الامنت بي اعلى من دي لان ده فوق ايه يبقى سي ده اعلى واحد فيه والنازل بيقلي يبقى بي اعلى من دي لان دي اقل حاجة سؤال حلو جميل وسهل السؤال اللي بعد اوكي بيقلي بور بور عمل ايه يالله نرجع الانيرجي وقالك ان الالكترونات بتتسكن في الانيرجي وكتشف لنا حاجة اسمها كوانطم بياخد كوانطم طاقة فيطلع للدور اللي بعد هو بور يعني عمل ايه مختلف عن رازر فورد قولنا رازر فورد يعني نيوكليس بور يعني انيرجي ليفلز ثلاث الاجابة اللي فيها انيرجي ليفلز بي يبقى قال ان الالكترونات بتريفول في سرطن أوربتالز لا بتريفول في هايزبيد لا وقال انها بتمشي في ادوار سبع ادوار يبقى هما انيرجي ليفلز حلوة سؤالي بعد حلوة عجبني اما عايزها افزأ الاجترون جينز ان امام خطاقة يبقى هينط جينز ان امام انتوا في انيرجي قد ايه 10.2 عشان يتنقل من ك لقل يبقى عشان يتنقل من ك اللي هو اول دور اللي هو ك عشان يتنقل من ك لقل خطاقة قد ايه 10.2 حلوة قوي جميل السؤال يرجع قال لي عشان يرجع من M L عشان يرجع من M L معلش يبقى ده L M عشان يرجع بقى الحتة دي حتة دي اصغر من دي ده راجع من M L راجع لو طالع بياخد طاقة راجع بيطلع طاقة lose استبقى الايجابتين وهو راجع المسافة دي اصغر من D يبقى lose طاقة اقل من 10.2 10.2 يبقى لو هو طالع بياخد راجع بيطلع وين المسافة أقل لن لن ن عارفين كل ما بنطلع لفوق ال distance between the energy levels decrease يبقى احنا قلنا ان السابق يجب تان يبقى كلمة جين وجين غلط يبقى بيلوز هلأ يلوز 10.2 لا اقل يبقى ايه السؤال ايه ايه اوكي السؤال الجاية جان ده هو فظيعة وخشة كمية جاهزوا هنا فقط تاني elektron من بوستف 2 إلى بوستف 3 هو اسمع من الناس كلها كلمة في الحتة دي لحد مخت اللون شفت كتبت ايه من 1400 وربعمية بقيت 7000 يعني جان قصر دور كامل رس سؤال it's concluded from these two equation element x ده مالو complete the element which precedes it in the same period يعني ده x هاقوم باللقبلي في نفس الperiod يعني مسلا y هنا هو فقط التاني elektron بسهولة التاني دي يفقد التالت منفع يبقى فقط التاني بسهولة يبقى ده يبقى x أنا هاقوم باللقبلي في group one a هو two ايه ده يفتكر بالمهند ما كانوا مثل يبقى يجبقى ايه وبيه غلط يبقى ده مثل مقارنة اعلى تركيز ده واحد هنا دايس في المنة معين اشترط ما كنت غرط فيها بس اعلى تركيز بقى انا بكر x بال y ده مثل وده مثل خلاص يبقى ياسية دي مش اشنا يطل احنا ماشيين كده يعني x مقارنة بال y اعلى منه خطيرة وحش الكيم يعني اكتبع لها وحش الكيم انت تحسي هاب لا بس هي توقع مقارنة x بال element which preceded بال قابلي اعلى منه 2 elements x and y في نفس الperiod في نفس الperiod علمو عالية زر دي وده الradius بتاعه خدت بالك ان في واحد صغير واحد كبير يعني واحد مثل والثمين مثل هو المثل كان في الاول في جروب 1 2 اي يبقى حجمه كبير بد المثل اما ده يبقى x هو النم متل عشان ما نكون بس مركزين يبقى هنا نكتب كده على جن ان هو اختار انت بق تسبقني انا بحاجة اضبط لك الدنيا يبقى x هو النم مثل اما هو المثل مش هيرجع تاني انا نسيت احنا سانية شو دي سيت دي سيت اصلا انا كدبت لهم ايه عادي خلاص خليها مش مش اكس و النم مثل يبقى يحصل له ايه يبقى يبقى طالما جن متر يحصل له ريداكشن اما تاني يحصل له اكس ده الاكس يبقى هل اكس هيحصل له لا هل يحصل له لا هل ام ده يحصل له او ولا ده لا يبقى الاجابة الصحي سؤال ستة كلمة يعني عبور اللي عيب بور اللي قاله اللي which was modified اتعدلت بالمودرن الاتوميك سيري مين المودرن الاتوميك سيري دي برولي اللي قال ان الالكترون ليه wave nature هايزنبيرج اللي قال انك صعب تحدد اللوكيشن والسبيد شو دانجر اللي قال ان الالكترون قاهر على السلالم في الاسبيس اللي بتوين الانرجي 11 بور كان عيب ان هو قال ايه ان الالكترون ليه wave لأ انه اللي دي والنيتش لأ قاله ان بيمش في الالكترون كلاود لأ كل الكلام ده قالته المودرن اتوميك سيري يبقى عيب بور انه قال انه بور كلمة هو بور يعني هو تجاهل الو wave سؤال سبعة انا كل ما بمشي كده وانتو عارفين ان الالكترون بتزيد وكل لما بنزل تحت الالكترون بتقل ده عمل جين وده عمل جين يبقى ما كانهم في الاخر كملي ده عمل جين لوحد اما ده عمل جين لتو يبقى ده جروب 7A اما ده جروب 6A عشان ده عمل جين لوحد بس يبقى ده هنا ال-A نيجاتف هنا ال-B ده بدفور S1 ده سري S1 يبقى هنا ال-D ورا C يلا نراتبهم مين اعلى واحد ال-A يبقى بكده يا شباب مين اعلى واحد A بعد B بعد D بعد C فين الاجابة ده A سؤال بعد هنت حلوة قوي H of hydrogen ده رمزوا كده وعنده الكترون واحد طب ال-H E 2 which was the following describe ذاته المس للجملة الصح قلنا ان كل المنت ليه line spectra بتاعته ليه البصمة بتاعته يبقى دول المنتج مختلفة يبقى دي الاجابة الصح هل هم equal في عدد الالكترونات لأدوان وده 2 هل هم different في ال-princi level هم هل هيتم في الدور الاول هل similar في line spectra لا السؤال ده حلناها بكاكزة مرة في امتحانات الحصص اللي هي بتاعت شودينجر شودينجر قال ان الالكتون بيقعد في السلالم يعني في السلالم يعني بيقعد في ال-spaces between energy levels لما انطبع يلالوش دينجر على الالكترون في السودية هل انا بقدر احدد اللوكيشن بتاعت الالكترون بسرعة انا مقدرش حدده بدقة واللي عدل الان الكلام ده هايزنبرج يعني مش بيقعد في الدور كده بيطلع فوق شوية في السلم وينزل لتحت شوية يبقى هي دي الاجابة الصح سؤال العاشر حلنا قبل كده في الحصة وعارف ان في ناس كتير عاف اجابت كله يعلم على كلمة قولنا يعني نادم ينزل للدور التاني اللي هو ال طبعنا عندي الاسم الاول الهويدرين ده في فبقات في الانرجي لفل ك قال ان هو طلع للدور ال ال طلع لل يعني يبقى مكانه في ال عايزة مش لما هيرجع عشان يرجع نشوف هيرجع للقل رجع يبقى بيلوز يبقى ليجابة فيها جين غلط شوفت لما رجع السهم اصغر من السهم التاني زي يبقى لما رجع هل رجع نفس كمية الطاقة ولا اقل من كمية الطاقة اللي خد اقل يبقى لإجابة صح ايه 11 12 12 دي اسئلت الناس الجامدة خلاتهم خلاص كده كفاية اقفل على كده حلوة قوي يعني ده مثل هنكرنا باللي قبلي باللي قبلي يعني ده اكس قبلي مسلا وي وزد في نفس البيريد مش ده جروب وان ايه ده جروب تو ايه وده جروب سري ايه منتهي بسري بي وان او اما لما نكرن ده باللي قبلي ده مثل يبقى يجب ايه بيه غلط ده باللي قبلي نفس فكرة تقضي بعد ده باللي قبلي لهاي مقارنة باللي قبلي لاني ببساطة انا كل لما بمشي كده باللي قبلي بتزيد فده مقارنة باللي قبلي اعلى سؤال جامل اسئلة جاملة فبداحله بسرعة منتهي في الاخر يبقى الاسود اسد مقارنة باللي قبلي احنا عارفين ان الاسد الاي بي بتاعته عالية الاسد زي موجودة هنا لو فاكرين هنا البيز وهنا الاسد وكانت الاسد عالية وكده اصدقاء الطلبة شباب تاني سنويا خلصنا اول فيديو في المراجعة معنا حلينا الست امتحانات المقالي بتاعهم انا عارف ان دا رقم مش صغير حلينا امتحان الوزارة اللي كان متبقلنا عارف ان انت قدها بالنما مع بعض وهنتعب مع بعض كمان حصتين وبكده ان شاء الله تخش امتحان الكيمستري تأدي وتكون واسك من نفسك كمل يا بطل وانا عارف ان انت قدها وعايز اقولك لا تخاف من الوحش فانت اصلا وحش